أما الومضة الخاطفة الثانية تقريب لمضمون عقيدة البراءة وأثرها في ديننا البراءة هي جهاز المناعة العقائدي بالضبط كجهاز المناعة في جسم الإنسان حينما يضرب جهاز المناعة في جسم الإنسان وفي جسم الحيوانات عموما فإن الإنسان وإن الحيوان سيكون معرضا لكل الأمراض والأوبئة على اختلاف أشكالها وهذا هو الذي يحدث بالضبط في ديننا وعقيدتنا إذا لم تكن عقيدة البراءة متينة وخصوصا في ركنها الأول الوثيق في البعد الفكري والعقائدي والثقافي إذا لم نكن محصنين بهذه المناعة فإن ديننا سيذهب كهواء في شبك لا قيمة له وهذا هو الذي وقعت فيه الشيعة منذ بدايات الغيبة ومشكلتنا في حوزة النجف في حوزة الطوسي هي هذه حوزة الطوسي منذ أول لحظة أسست لم تكن محصنة بجهاز المناعة العقائدي مؤسسها لم يكن يمتلك هذا الجهاز كان شافعيا كان شافعيا الهوى كان معتزلي الفكر كان أبعد ما يمكن أن يكون عن المنهج الحق لمحمد وآل محمد أتحدث عن الشيخ الطوسي مؤسس حوزة النجف أسس حوزة من دون جهاز مناعة يمكنكم أن تعودوا إلى كتب الطوسي إلى كتبه الفقهية إلى تفسيره للقرآن إلى كتبه العقائدية ما كتبه أطوسي في هذه المجالات كتب فكرا مخترقا بعيدا تمام البعد عن فكر العترة الطاهرة وتأسست حوزة النجف على هذا الأساس وكلما تقدم الزمان كلما ازدادت بعدا وازدادت سوءا وازدادت منافرة لمنهج محمد وآل محمد إلى أن وصلنا اليوم وسأتيكم بأمثلة عملية في الحلقات القادمة وصلنا اليوم إلى أسوأ مرحلة في تأريخ حوزة النجف في الجانب العقائدي إنها مرجعية السيستاني مرجعية السيستاني أسوأ مرجعية مرت في تأريخ حوزة النجف منذ سنة 448 عقائديا أتحدث عن هذه الجهة وقد برهنت هذا الأمر بالوثائق القطعية وبالحقائق الناصعة في برامج المختلفة ومع ذلك سآتيكم بملخص بصور سريعة عن واقع الشيعة اليوم وعن واقع مرجعية السيستاني مشكلتنا هي هذه في جهاز المناعة العقائدي البراءة جهاز المناعة العقائدي البراءة هي المادة الحافظة للعقيدة من دونها ستكون العقيدة فاسدة مثلما تحفظ المعلبات والمطعومات والمشروبات في أيامنا هذه وحتى في الأيام القديمة كانوا يضيفون أبزارا من الأبزار التي كانت متوفرة عندهم لأجل أن يحافظ على سلامة المادة التي يريدون حفظها المواد الحافظة هي التي تحافظ على طبيعة وعلى خصائص تلك المواد التي تحفظ بواسطة هذه المواد الحافظة البراءة هي المادة الحافظة للعقيدة السليمة من أن تتحول إلى مادة فاسدة من هنا فإن عقيدة حوزة النجف عقيدة فاسدة لعدم وجود المواد الحافظة لهذه العقيدة مشكلة كبيرة حتى أولئك المراجع الذين يظهرون اللعنة أو يظهرون مطاعن أعداء أهل البيت هؤلاء يضحكون على أنفسهم ويضحكون على أتبائهم هم غاطسون في قذارات المنهج الطوسي في قذارات منهج مرتضى الأنصاري في قذارات منهج الخوئي هم غاطسون في هذه القذارات إلى أمهات رؤوسهم هم غاطسون في العيون الكدرة القذرة ما قيمة اللعن الذي يظهرونه ما قيمة أنهم يتبرعون بألسنتهم من فلان أو من فلان لا قيمة لكل ذلك هم غاطسون في قذارات مناهج أعداء أهل البيت كما بيّنت لكم قبل قليل البراءة الفكرية أكثر من تسعة وتسعين بالمئة من مساحة عقيدة البراءة ما قيمة البراءة العاطفية والبراءة العملية أو البراءة القولية لا أريد أن أرفض هذه المظاهرة من البراءة لكن لا قيمة لها لا قيمة لها لأن هذه المظاهرة من البراءة وهذه المراتب لا حقيقة لها من دون البراءة الفكرية ستبقى من دون جوهر ستبقى من دون أثر واقعي على الأرض ستبقى عائمة عائمة على سطح النفوس البشرية لا حقيقة لها ولا تطبيق لها على مستوى العقيدة بشكل واضح وصريح فهؤلاء عقيدتهم فاسدة هذه ما هي بالمادة الحافظة الأصلية المادة الحافظة الأصلية للعقيدة هي البراءة الفكرية وإذا أردنا أن تكون تلك المادة في أرقى حالاتها فلا بد من براءة عاطفية وبراءة عملية وبراءة قولية حينئذ تجتمع الأركان الأربعة لعقيدة البراءة الحق إذن البراءة هي بمثابة جهاز المناعة العقائدي البراءة بمثابة المادة الحافظة للعقيدة كي لا تفسد العقيدة وحينما تكون مادة البراءة هذه ليست أصلية لم تكن قد تفرعت على الجوهر الأصلي للبراءة أتحدث عن البراءة الفكرية وإنما جاءت عاطفية عملية بحسب العاطفة وقولية بحسب العاطفة هذه براءة مزورة ما هي ببراءة حقيقية البراءة الحقيقية هي البراءة التي تتقوم بالبراءة الفكرية البراءة لديننا ولعقيدة ولعقيدتنا تمثل برنامج الحماية الذاتية مثلما يوجد برنامج للحماية الذاتية في هذه الأجهزة الألكترونية وحتى وحتى في الطائرات وفي القطارات وفي السفن والبواخر وحتى في السيارات الحديثة في كثير من ما تنتجه التكنولوجيا في زماننا هذا هناك الكثير من الأجهزة والمراكز والصناعات يتوفر فيها برنامج الحماية الذاتية برنامج كفاءة خاصية تضاف لهذه الأجهزة لهذه المراكز لهذه المنظومات لأجل أن تتوفر لها حماية ذاتية من دون أن يتدخل متدخل خارجي البراءة إذا كانت متوفرة بأركانها الأربعة وفقا لمذاق العترة الطاهرة للأصالة الفكرية المستقات من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم فإن البراءة هذه ستشكل برنامج ونظام حماية ذاتية لديننا ولعقيدتنا البراءة جهاز مناعة البراءة مادة حافظة كي لا تفسد العقيدة والبراءة نظام حماية ذاتية برنامج حماية ذاتية لديننا وعقيدتنا البراءة طهارة هذا هو معنى البراءة في اللغة وفي الدين أيضا وفي العرف أيضا البراءة طهارة البراءة في ديننا وفي عقيدتنا بمثابة الوضوء للصلاة فالوضوء لا بد أن يكون سابقا للصلاة ولا بد أن يكون موافقا ومرافقا لها من أولها إلى آخرها الصلاة من دون وضوء لا تسمى صلاة لا صلاة إلا بطهور وإذا من تقض الوضوء في أي لحظة من لحظات الصلاة فإن الصلاة قد انتقضت فلا بد من المحافظة على الوضوء إلى آخر ثانية أن نخرج من الصلاة ونحن على الوضوء البراءة كذلك لا بد أن تكون سابقة ومقدمة لعقيدتنا كي ننظف عقولنا وقلوبنا إنما تكون سابقة لعقيدتنا لأجل أن تطهر عقولنا وقلوبنا كي تكون محلا صالحا لنزول العقيدة السليمة في ذلك المحل العقيدة السليمة لا تتواءم مع القذارات التي يؤتى بها من العيون الكدرة القذرة البراءة طهارة مثلما الوضوء مقدمة لصلاتنا ولا بد أن نحافظ عليه فكذلك البراءة لا بد أن نحافظ عليها إلى آخر ثانية من أعمارنا وأن نخرج من الدنيا ونحن على البراءة بالضبط مثلما نخرج من الصلاة ونحن على الوضوء وإلا فإن الصلاة ستكون منتقضة ومثلما هناك ما يخرج من الأدبار يكون ناقضا للوضوء فكذا هناك ما يخرج من الأفواه ما هو أسوأ من ذلك الذي يخرج من الأدبار يكون ناقضا لعقيدة البراءة وهذا بالضبط ما عليه مراجع النجف مما يصدرونه من أفواههم وما كتبوه في كتبهم حيث ينتقصون من محمد وآل محمد وينتقصون من مقاماتهم وينتقصون من أدعيتهم وزياراتهم وينتقصون من تفسيرهم لقرآنهم ما يخرج من أفواههم هو أسوأ من ذلك الذي يخرج من أدبارهم ويكون ناقضا لوضوء صلاتهم فما يخرج من أفواه مراجع النجف هو أكثر قذارة مما يخرج من أدبارهم وقد ذكرت الكثير من قذاراتهم هذه في برامج السابقة من كتبهم ومن أفواههم ما ما ذكرت لهم قذارة إلا وهي قد صدرت من أفواههم القذرة ومن أقلامهم القذرة والوثائق والحقائق موجودة في برامج المنتشرة على الشبكة العنكبوتية وعلى عينك يا تاجر عودوا وكذبوني ولو بلقمة كذبوني ولو بلقمة أتحدث عن ترهاتي وسفاسفي وضلالاتي وما يخرج من قذارات من أفواه مراجع النجف التي نشرتها في برامج المختلفة يمكنكم أن تعودوا إليها وأن تتفحصوها بأنفسكم وأن تتأكدوا من صحتها من خلال الرجوع إلى المصادر التي نقلت منها وجئتكم بتلك الوثائق من بطونها نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر